موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا والقاء جديد وخمسة واربعين دقيقة الحقيقة يعني هذه الايام هناك حديث عن ان مصر تتعرض لمؤامرة بعد مسألة سقوط الطيارة الروسية فوق شرم الشيخ في الجو وتحطم هذه الطائرة وما كان له من تدعيات على السياحة المصرية ورحيل افواج من السياح ايضا في ذات الوقت كان هناك مشكلة سيول في عدد من المحافظات ما بين اسكندرية ما بين حتى ان هناك بعض المحافظات لم نسمع عنها ان كان في مشكلة لتكدس مياه الامطار فيها من قبل نصر مثل قفر الشيخ وما الى ذلك اصبح فيها مشكلة البحيرة فيها مشكلة ارتفاع الاسعار هناك مشكلة مشاكل عديدة بتظهر كلها على الساحة مما يدعم نظرية المؤامرة هل فعلا مصر بتتعرض لمؤامرة لا احراجها واسقط نظامها او احراج نظامها بعد ثورة الثلاثين من يونيو هذا هو ما نطرحه او نفكر فيه او نطرحه للمناقشة من خلال هذه الحلقة مع الدكتور عماد مهنة دكتور عماد يعني بداية برحب بك سيد تخطيط استراتيجي والاقتصاد السياسي اهلا سهلا بك بداية نظرة على المشكلة السياسي نظرية المؤامرة ممكن تكون سهلة اوي ان احنا نقول فيه مؤامرة فيه مؤامرة فيه مؤامرة ولكن بالتدقيق في نظرية المؤامرة هي بيبقى لها عناصر عديدة وقد يكون لها عناصر قديمة جدا من يعني نقول على مدى سنوات اكيد لكن قبل ان نتخل في نظرية المؤامرة ايه رأي حالة في المشهد السياسي كالكل هو الحقيقة طبعا في المشهد السياسي خاصة بعد تولي سيد الرئيس الرئاسة الجمهورية ركز على محورين اساسيين اللي هما بيعتبروا اساس مهام الرئيس وده مهم جدا ان السادة المشاهدين يعرفوا مهام الرئيس عبارة عن ايه مهام الرئيس بتتركز فيه ملفين اساسيين الملف الاداري للدولة يعني وضع الشخص السليم في المكان السليم من ناحية الحكومة او القيادات في المجالس المختلفة الملف التاني وهو الملف الاستراتيجي وده بيدم القوات المسلحة والعلاقات الدولية ويمكن واضح جدا من الملفات اللي بيقوم بها السيد الرئيس انه على النواحي العسكرية والسياسية بدأ تطوير القوات المسلحة بشكل كبير جدا وطبعا في العلاقات الدولية اعاد هيكلة العلاقات الدولية بشكل كامل واعتقد ان هو في المحور ده بالذات بتحرك كويس جدا طبعا ده لا يخلو انه مصر في صورة تلتين يونزا محرك اشارتي افسدت المخطط العالمي لتقسيم الشرق الاوسط واسقاط مصر والمخطط ده الحقيقة ما هواش وهم المخطط ده حقيقي واللي منشوفه النهاردة في ليبيا في اليمن في سوريا في العراق ما هو الا تحركات كلها في نفس الاتجاه بشكل مبسط خالص والمخطط طبعا يمكن بدأ بشكل رسمي في 74 بعد حرب 73 ويمكن لفت نظر المخططين في الدول الكبرى ان العرب باتحادهم يقدروا انه هما يعملوا قوة كبيرة جدا خاصة انه هما بيتحكموا في اكثر من 40% من السروات الطبيعية طب انا عتزز عن المؤطة لكن عايزة ادخل على نقطة هي هاعتبر اللي واحنا قلنا ان هي العمود الفقري الكل اللي احنا بنتكلم فيه الاسعار الاسعار عندنا هناك ارتفاع في اسعار من الاول الخضر والفكهة حد عندنا اللحوم لحد السلع الاساسية الكهرباء الميا الغاز كل ده بيشتكي منه الناس وخصوصا لسه جهامان جعلنا فصل الشتاء ويبقى عندنا امورة بوتجاز يعني احنا كل ده يعني هل هناك من خطة انقاذ سريعة وفيه كان فيه اجتماع الاسعادة الرئيس مع يعني هيئة الامراد التوميين بالقوات المسلحة ترى حركة ارتباط وقيد لسه يترى على الاسعار بالفعل زي ما اوعد اخر مرة هو طبعا اللي حركة بتكلم عليه هو هو المحور الاقتصادي للمؤامرات لانه نهاردة محاولة ضرب اي دولة لابد ان يتركز على محاور مختلفة اما من ناحية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الصحية او الادارية المخطط الاقتصادي الحقيقي اللي كان موجوده من فترة طويلة جدا ممكن زاد او فترة 81 بعد اغتيال الرئيس السادات والنهاردة احنا بندفع تمن اللي حصل وده كان ناتج عن بيع القطاع العامل اللي كان بالنسبة لي بمصدر انتاج لانه الحقيقة القطاع الصناعي اللي اسسه الرائح لزعيم جمال عبدالناصر بيتكلم في 100 الف وانتين مصنع ودول قدرهم البنك الدولي سنة التسعين بواحد واربعة من عشرة تريليون دولار وكان في الفترة 70 اقتصاد مصر بيعادل رغم الازمات الحرب كان بيعادل 3 اضعاف اقتصاد كوريا الجنوبية فبدأ بعد كده من اغتيال الرئيس السادات كجزء من المخطط بدأ بعد كده تظهر الدولة اقتصاديا وللأسف مبارك يعني من وجهة نظري تعمد انه يسقط الدولة اقتصاديا فبدأنا نشوف تهريب الاموال بدأنا نشوف زيادة النفقات يمكن على حجم الدين لوحده لان ده كله بيأثر في الاسعار حجم الدين لوحده كان في فترة الحرب سنة 81 الدين المصري الخارجي 22 مليار دولار في 2011 وصل 49 مليار دولار في حين انه مبارك اللي كان بيحارب ولا كان عندك زيادة في اي مشاكل في اي اتجاه فازاي النهاردة الدين طلع للضعف ده كله بيأثر علينا فالمحاور زيادة الاسعار باختصار اولا انه تحول الدولة او مبارك حول الدولة الى الاقتصاد الحر والاقتصاد الحر مشكلته انه بيزود معدلات الفقر وبينكل الاتجاه الانتاجي الى القطع الخاص ده الاقتصاد الحر فبالتالي هنا تقلص دول الدولة الى دول خدمي زي المدارس والمستشفيات الى اخر لكن الدولة ما معهاش انفاق فدور القطع العام انه كان بيدي الدولة فلوس عشان تقدر تصرف على ده بالتالي النهاردة ارتفاع الاسعار له مجموعة من الاسباب اولا انه تقلص دور الدولة الى الدور الخدمي واصبح الانتاج كله في ايد القطع الخاص وكثير من القطعات الانتاجية في ايد القطع الخاص هلهم ناس متافقة مع التحالفات الاجنبية لانه ضرب الدول يبدأ من الداخل وليس من الخالق يعني خوانة اللي هم باعوا مصر وهربوا فلوسها ومصريين بالاسف هم اللي بيسهموا النهاردة وشفناها في قطاعات كبيرة جدا زي قطاعات الحديد وقطاعات الزراعة الى اخر الجزء التاني وهو مشكلة الانتاجية مشكلة الانتاجية طبعا احنا كان في مصر بيعتمد الرئيس عبد الناصر وبعلمينه الرئيس السادات على اقتصاد القيمة المضافة يعني انا عندي قطن فبعمل مصانع نسيج بعد كده ما صدرش القطن الخام اصدر المنسوجات ده بيرفع عند السعر فعشان يضرب مصر اقتصاديا وجهه مبارك انه هو يبيع القطاع العام فاصبح النهاردة الفلاح كل اللي قدامه انه هو يبيع القطن خام اخر نقطة وهي مشكلة الانتاجية هنا بتأديلي الى زيادة في الاستيراب مقارنة بالصدرات احنا بنستورة 56% من غزائنا وبالتالي عندنا عجز كبير في الدولار الانتاج محتاجين ان احنا بكز عليه عندنا 3620 مصنع وقفين ولزيادة الدولار يمكن احنا شوفنا ازمة نتيجة سوق ادارة البنك المركزي دكتور عماد يعني احنا زي ما قلت حردك انه الازمات دي كلها تزمنت مع السيول كان هناك زيارة لرئيس عفتح سيسي الاسكندرية كيف ترى هذه الزيارة يعني هتغير ازاي المشهد احنا لسه عندنا اسكندرية لسه في بداية المشوار في بداية النوات لسه جاي لنا امطار كتير طبعا لو بنتكلم تخطيط استراتيجي الموضوع ده حصل قبل كده في سنين لكن الدولة او او خلانا نقول الاداريين دائما بيتحركوا عند وقوع كارسة لو تسمحيلي في اول نقطة الاول حوضح تاني مهام السيد الرئيس عشان الناس بتنتقدوا انا لا ادفع عن الرئيس عفتح سيسي ولكن لازم نعرف عشان لما انتقدوا ابيعارف لما انتقدوا فين رئيس الجمهورية له مصطلح اسمه يسود ولا يحكم يعني هو فوق السلطات لكن ايده مش في كل حاجة مش بتاعته هو مسؤول عن ملفين الملف الاداري للدولة يدير الدولة بشكل عام حط الاشخاص الوزارات والجزء التاني هو الملف الاستراتيجي العلاقات الدولية والشراكات والقوات المسلحة دول الاساسين اللي هو بيرتكز عليهم رئاسة الجمهورية المفروض ان انا عندي جهاز اداري مكون من 6 مليون ونص ب33 وزارة دول المسؤولين عن كل ما يخص المواطن فالنهاردة لو جينا لجزئية الصرف لا هنا يحاسب عليها المحافظة ويحاسب عليها المحليات وتحاسب عليها المدريات اللي تابع لوزارة الاسكان والتعمير وهنا بشير لو تسمحيلي الى خطأ كبير ارتكبه السيد رئيس مجلس الوزراء وهو ان النهاردة اقالت محافظة اسكندرية انت محليتش مشكلة لان محافظة اسكندرية ليس مسؤولا عن المشكلة اللي حصلت في الاسكندرية المسؤول عن المشكلة الاسكندرية هي المحليات وجزء من المحافظة وجزء من المدريات دي وجهة نظرة حضرتك لكن احنا عايزين نقول برضو حاجة دكتور عماد عايزين نقول انه لابد انه يعني احنا بنقول ان المحافظ ده رئيس جمهورية في محافظته خلاص ده كلام المحافظ مش مجرد يعني زي ما حضرتك قلت انه هو مش عارف مي مسؤولة عن المحليات انت النهاردة عندك مجموعة من الناس عليك انك يكون عندك قدرة ازمات انت عارف ان انت حيجي لك امطار انت عارف ان انت حتساءل عن الامطار اللي حتيجي وهيحصل فيها ايه وحتقف وحتعطل سر الحياة فكون هي فعليا تبع المحليات لكن امام الرأي العام كل ما فرقبته يعني ما فيش اي زي ما بقوله فرقبته هو المحافظ مسؤول عن ادارة المحليات وادارة المدريات الواقعة في المحافظة بتاعته فانا متفق مع حضرتك الا انا عايز اقوله في النهاية ان انا مش ضد شيل محافظ انا ضد انك تشيل واحد تحمله مسؤولية طب ما هو فيه المهندس اللي تحت اللي هو عمل الصرف الغلط ما هو لسه موجود يعني احنا دلوقتي عندنا مشاكل بس اسأل السؤال بسيط احنا عندنا مشاكل اقتصادية نشيل الرئيس لا فيه عندي حكومة فانا انا عايز اقوله النهاردة انحنا محتاجين تغيير ثقافي النهاردة لو هحاسب لا هطلع هاني المسيري وكل الطعم اللي حوالي منه المسؤول عن الصرف فيه سؤال تانية هل سأسأله هل من الغافر عن اي وزير بيدخل عفوا ان محافظ بيدخل في اي محافظة ساحلية ان هو عنده امطار هل هو ما بقاش عنده عارف ان هو جاي له موسم امطار عنيف وهل هو واسا اللي في البحر الرحمر بشارف ان هو جاي له امطار وانه اللي جاي له السيول هيعمل ايه في السيول هيسيبها تغرق وتهد بيوت الناس لازم بيبقى عندنا اللي بنسميه التخطيط الاستباقي ما استناش لما كان ستفعل وإلى هزمات بالزبط فده كل الحقيقة المفروض ان هو بيبقى موجود بالتعاون مع كل الهيئات المختلفة سوان كانت محليات مدريات او بنتكلم على المحافظة وبالتالي النهاردة كان المفروض انه حيبقى فيه خطة من المحافظة مقدمة الى مسجد السوزراء واللي انا اعرفه انه كان فيه بالفعل طلب مقدم من المحافظة الاسكندرية باعتقد 65 مليون دولار لإصلاح منظومة الصرف ومجلس الوزراء رفض لعدم وجود اموال فاذا النهاردة من يتحمل المسؤولين طيب احنا معانا مرسلنا حمادة الشواتفي من شرم الشيخ اهلا بيك حمادة اهلا بيك يا خمادة ايه الاخبار عندك في شرم الشيخ الاخبار هنقسمها بخبرين خبر الوفد الامني او الوفود الامنية اللي زادت مطار شرم الشيخ وتأكدت تماما ان مطار شرم الشيخ امن وان الاجراءات الامنية على اعلى مستوى في مطار شرم الشيخ والخبر التاني حنقول حركة المطار بالنسبة للسفر والوصول الصوت مش واضح انا مش شافها انا مش سمعة ولا هو الصوت مش واضح سامعاني كده يا فنز سامعاني كده هنقسم الحركة بتاعت مطار شرم الشيخ النهاردة كان فيه وفد أمني بتفقد مطار شرم الشيخ منذ أمس وفود أمنية من روسيا ومن إيطاليا وبعض شركات السياحة العالمية وقد أشدت جميع الوفود الأمنية بالإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ الدولي هذه الوفود جاءت للإطمئنان وعلى سلامة الإجراءات واتباعها للمنظومة الأمنية المتفق عليها دوليا هذه الوفود أكدت أن جميع الإجراءات المتبعة داخل مطار شرم الشيخ هي الإجراءات المتفق عليها ولا يوجد خلل في المنظومة الأمنية وهذا ما يؤكد كذب الإدعاءات البريطانية بشأن أن المنظومة الأمنية في شرم الشيخ تحتاج إلى إعادة إجراءات أما الوضع الثاني بالنسبة للسفر والوصول هناك الطيران الإيطالي وهناك طيران من ألمانيا وصل بالفعل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم وأمس بلغ إجمال عدد الوصول بالنسبة للسياح الألمان حوالي 1600 سائح أما بالنسبة للإيطاليين فحوالي نحو 1000 سائح بالإضافة إلى مجموعة من الدنمارك وأخرى من دول شحيقة مثل تونس والأردن والسعودية وهذه بشائر خير بالنسبة للسياحة لأن السياحة الألمانية والإيطالية من السياحة الغنية ولكن تعتمد عليها مدينة شرم الشيخ في وقت سادر لكن دعيني وأكد لك أن هناك مخوف من قرار الرئيس الروسي بوتين بشأن عدم إرسال قائرات إلى مصر بالكامل وشرم الشيخ بسفة خاصة دعيني أقول لك أن هناك حالة من التوحد بين القطاع السياحي بالكامل الجميع على قلب رجل واحد هناك دعوة من كل المستثمرين والشرفاء والعاملين في خطاعة السياحة والفنانين والإعلاميين لزيارة شرم الشيخ وتأكيد أن شرم الشيخ آمنة شاهدته بعيني سياح روس اليوم يقولون أننا لم نذهب إلا بعد قراءة إجازتنا وسنضع أصدقاءنا عبر رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستجرام والواتساب برسائل طمعنا وبالفعل السياح يقضون أوقات سعيدة داخل منتجعات شرم الشيخ نعم يعني إذن بصحة ماذا يعني إحنا يجبنا نعرف حركة الحياة في مدينة شرم الشيخ الناس في الشوارع الروح المعنوية شكل المدينة بواجه نعام بعد تعليق رحلات الطيران وما بين الناس في تبيع وبتشتريها في تتعامل هل ده ليه تأثير سلبي أم أنه شكل حقيقة إزاي في شرم الشيخ الحقيقة أنه لما الرئيس الروسي أفضل القرار بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر يعني انتابت كل المواطنين وكل المتثمرين حالة من القلق والرئبة خشة انضرب الموسم السياحي رأت السنة لول كريزمس ويعني الجميع قال أن هناك أن كفاءة السياحة سيشهد انهيارا لكن رأيته بعدها بيوم أو يومين الروح المعنوية مرتفعة جدا لجميع المتثمرين منهم من بادر وقال أنني سأقوم بتأجير المحلات والبزارات بالمجان دعما للسياحة ومنهم من أطلق حملات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لدعم السياحة المصرية وهناك دعوات لكل الفنانين وكبار الشخصيات العالمية لزيارة منتجع شرم الشيخ بالمجان من أجل فنشيط حركة السياحة بالإضافة إلى أن هناك دعوة أيضا لفنشيط السياحة الداخلية أعتقد أن الرئيس وزير السياحة الشامز عزوع قد أعلن هذه المبادرة عمس لكن سبقه رجال أعمان شرم الشيخ الشرفاء وطلبوا وقالوا أن هناك أسعار رمضية للمطليين في عياد الكريسمس وفي أجازة نصف العام لتشجيع السياحة لكن دعيني أقول لك أن وجود الألمان والإيطاليين داخل منتجعات شرم الشيخ بهذه الأعداد رغم هذه الظروف التي يقيل أنها مؤامرة ومدبرة لهدم الكفاعة السياحة في مصر هو مؤشر لنجاح المنظومة الأمنية ومؤشر كبير لعودة السياحة الألمانية والإيطالية إلى مصر نعم أحمد أشهاد في بنشكرك شكرا جزيلا ومعانا على الهاتف أستاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أحنا صحيح بحضرتك أهلا مساء الخير أهلا مساء يعني الحقيقة هذه الأيام وهذه الظروف لابد أن يكون على رأس الحديث عن السياحة هيئة تنشيط السياحة إيه الدور اللي بتقوم بيه في هذه الظروف الصعبة هيئة تنشيط السياحة وأكيد لابد أن يكون دور مختلفة عن كل ما فات في السابق والله كان فيه اجتماع للجمة الأزامات لمنع دكتور شامد العزاء هو وزير السياحة بالأمس وبحضور سيد رئيس الاتحاد المصر غرف السياحية ورمساء الغرف وخطة التحرك اللي اتكلمنا فيها بتشمل عيد الدواني الجانب الأول هو أن احنا بالرواب بالسياحة الداخلية من خلال مبادرة اسمها مبادرة مصر في قلوبنا لسياحة الداخلية تحل ولوجوز بسيط من مما يترطب عليه الغاء لمريطانيا وروسيا فده جانب الجانب الآخر وهو السياحة العربية وخصوصا أن السياحة العربية تنشط خلال فترة أجازة منتصة في العام فاحنا بصدد اطلاق حملة دعائية بمنطقة الخليج والدول المغرب العرب بالنجاز بأكبر عدد ممكن من السياحين العرب إلى القاهرة وشرب الشيخ السياحة الشواطئ المعروف أنها من أكثر أنواع السياحة رواجا في مصر ولكن بالنسبة للهيئة تنشيط السياحة لماذا يتم التركيز على أنواع أخرى من السياحة مثلا عندنا عدد من الكنائس عندنا مساجد عندنا مزارة دينية في السياحة الرياضية المغربية في هناك عدد تجينا عنها السياحة نلاكز عليه بحيث تكون لا تكون البيض في سلة واحدة أيوة أيوة ما الكلام حبيبك سليم بس احنا خلينا نشوف أرقام منظمة السياحة العالمية بتقول إيه بتقول إن 80% من حركة السياحة العالمية خاصة بالسياحة الترفيهية والسياحة الشواطئ كل أنواع السياحة اللي حبيبك بتتكلمني عليها سراحة السياحة الثقافية أو رياضية أو مؤتمرات على حواتي أو غيره بتتراوح ما بين خمستاشر إلى عشرون في المية وده اللي خلى السياحة المصرية حصل فيها طرف رحنا كنا الأول في التمانينات وبداية التفاينات كنا بنعتمد على السياحة الثقافية والأنواع الأخرى بس ما كانش بتجينا الأعداد اللي احنا وصلنا لحوالي خمستاشر مليون بنهاية 2010 فالسياحة الترفيه مهمة جدا ليست لمطر ولكن باقي دول العالم لكن احنا لا نهمل هذا الجانب لأنه مش مجرد أعداد بدي يعتبر ده يعني بسرقوا أحسن هم اللي في السياحة الثقافية أو سياحة سفاري أو سياحة الرياضية أنا هم متفاهمين هذا لكن احنا فيه ظروف كان بتحكم علينا لازم نشغل الباح الأحمر لأنه فيه أكتر من مية وخمسين ألف غرفة الباح الأحمر والغرباء وشرم الشيخ بيحتكروا أكتر من من 68% لـ 75% من حجم الغرف اللي موجودة في مصر نعم فكان لازم علينا أن احنا نجلب نشغل يعني أكيد يا ساسمي أنا لأنكر أن احنا علينا أن نركز على سياحة الشواطئ وأنها موجودة على مين وأنها بتاكد رواجل لكن أنا بقى تذكر أن احنا كان عندنا فيه ناس في جي تفرج على مكلسوم وبتفرج على عبد الوهاب وعلى فريد القطرش وعلى عبد الحليم عندنا أنواع أخرى من السياحة عندنا فنانين عندنا سينما عندنا يعني أعتقد أن هي جوانب أخرى ولا علينا ألا نضع البيض في سلة واحدة هذا ما أذكره وليس تقريرا الساجة لحنا تستغلوا السياحة العربية السياحة العربية بيحبوا الانترتيمنت أو الترفيق وبييجوا عشان الحبيب بتقولي عليه عشان استمتاع بالموسيقى والمصرحيات والحفلات المصرية لكن الأجانب بيميلوا بالصفة الغالبية العظمى بتميل سياحة الترفيق اللي هو الصنع الدقيق أو الشواطئ نعم والدايفينج والووتر سبورس والحاجات دي كلها فاحنا بنشتغل على الاثنين وبعدين في مثل يقولك اللي تكسبيه هو العبيد العبيد يعني فده اللي احنا بنقدر نعمله في البطرة واحنا اللي احنا بنخسر بيه بنخسر بيه برضو وكل النساء السلام حمول بيه سياحة التنشيط السياحة شكرا جزيلا للعب نتمنى لكم كل التوفيق ومعانا فاصل ادخلوها سلمين ادخلوها امينين ادخلوها سلمين ادخلوها امينين مصر بلد المؤمنين مصر بلد الطيبين ادخلوها سلمين ادخلوها امينين ادخلوها سلمين ادخلوها امينين مصر بلد المؤمنين مصر بلد الطيبين اولاد مصر اولاد مصر اولاد مصر اهلا بكم من جديد مشاهدينا بنراحب دكتور اماد مهانا اساس تخطيط لستراتيجي الاقتصاد السياسي اهلا بك يا دكتور اماد طبعا احنا بنحاول نحن نفكر خارج الصندوق الى حد ما خاصة ان احنا عندنا ازمة غير مسبوقة وعندنا يعني ازمة نقول عليها انها وصلت لحد المؤامرة اولا المشهد السياحي هل المشهد السياحي في مصر يمكن انقاذه بسياحة داخلية وان كان سبق لنا ازمة اشد من كده ومصر تجاوزتها بمجرد مجموعة من الافكار البسيطة جدا اولا طبعا لو حضرتك بسيطة على تنشيط السياحة الداخلية ما يحدث في وزارة السياحة هو عكس تماما اللي المفروض يتعمل بمعنى انه لو حضرتك كمصرية حبيت تلوحي شرم الشيخ هتلاقي العسعار عالية جدا هو قاله انهم انزلوها ده بنسميه احنا تخطيط كوارث تخطيط بالصدفة ما تنزلش الحاجة لما يحصل كارثة لازم عندي بعض نظر وهنا بتكلم على التخطيط الاستراتيجي لازم عندي بعض نظر ما هو الصناعات في العالم بتنجح ليه لانه هو عارف بعد سنتين ثلاثة اتجو شكله هيبقى كذا فابدأ اتحرك عليه فانا المفروض النهاردة اولا انا لا اتفق مع قصة انه 80% لانه انا قطاع السياحة ده انا عندي 35% من اثار العالم انا متمتل 15-16 نوع من انواع السياحة سواء كانت رياضية مؤتمرات سياحة علاجية عشان الوادي الجديد ما فيها سياحة علاجية لا يتم تنشيط فانا الحقيقة لا اتفق مع قصة انه السياحة السياحة التنفهية فانا محتاجي ان انا انامي قطاعات اخرى وفي النواحي الرياضية محتاجين ان احنا نزود استضافة مرشات استضافة دورات تنشيط حتى على مستوى الناشئين ده ممكن يتعامل احد الخطط اللي كانت برضو مقدمة الوزارة السياحة معرفش فيين مكانها دلوقتي انه يتم عمل سحب لتذاكر الطيران اللي ديجي مصر واننا النهاردة عشان تعمل سحب في دولة ما انا هختار مثلا من دولة استراليا هاخد مثلا 10-000 واحد وبدأ النهاردة انشط الناس انها تيجي تشتري التذاكر فبيشتري الباكتج بتاعه مثلا ب10-000 جنيه والباكتج ده ممكن تاخده كله مجانا ونبدأ النهاردة العشرة تلاف دول هاسحب منهم مثلا الف تذكرة هتلاحهم مجانا ده كتعاون فيها مصر الطيران مع رجال الاعمال مع الشعب نفسه اعتقد انه لازم نفكر خارج السندوق موضوع السياحة النهاردة لابد من تقليل اعتمد عليه بمعنى ان انا لازم يبقى عندي قطاعات اخرى لان قطاع السياحة من القطاعات الخطر جدا انه بيتقصر بالنحة الامنية والامن في الدولة حواليا كل دول الجوار عندي فيها مشكلة في الامن في الدولة انا عندي كمان دول الجوار كلها فيها مشاكل فبالتالي انا ممكن يحصل عندي مشكلة في اي لحظة لخضر الله فلازم يكون عندي بداية دايما الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم عليها وحنا في هذه المرحلة يعني هرش شايف الاعلام كيف ترى اداء الاعلام في ظل ما تتعرض ليه مصر من مؤامرة في ظل ما تتعرض ليه مصر من ازمات هل احنا نقدر نقول ان الاداء الاعلامي اداء متوازن؟ هو طبعا لو تسمحيلي عشان اخذ من حضرت كلمة المؤامرة المؤامرة هي عبارة عن خطة طويلة المادة ففي تأهيلات بتحصل في مجموعة من النمازج بيبتم طرحاها بعد كده يبتدوا ينفزوا بعضها ويشوف رب الفعل الاعلام قلب اي مؤامرة والاعلام قلب اي خطة الاساس لانه هو اللي بقدر احشد به الشعب لما يكون عندي حق واقدر ان انا انيم الشعب لما يكون عايز اهمشه او اضله فالاعلام النهاردة بيلعب دور مهم جدا على مستوى الدولة وعلى المستوى العالمي اللي حصل النهاردة الموقف اللي حصل مع السيد الرئيس في لندن هي كلها لعبة اعلام ان انا بدعي السيد الرئيس وفجأة هو واقف اروح طارح موضوع الطيارة احرقته احرقت الدولة والنهاردة بقى ده بيلفت نظري للاعلام الداخل اللي حضرتك تقصدي ماذا كان دوره زوت الخارجي لا شيء السيد شكري كان المفروض طلع يرجع القاهرة يستدعي السفير البريطاني اللي انت قلته ده غير مقبول ومصر بتبلغك اعتراضها ده رقم واحد انا الحقيقة في احد القنوات قلت لهم ان انا ما عنديش كلمة غير اللي قالها الزعين جمال عبدالناصر من ستين سنة ان تصريحاتكو في الزبالة لانه في النهاية انت طالع انت جاء عشان تحرجني فهنا اللي هي دور انا بقى في الاعلام الداخلي اولا التلفزيون الرسمي اول خطأ تم ان الناس اللي صاحبت السيد الرئيس في لندن الناس بتتكلم عربي ما حدش راح بيكلم انجليزي انا كنت عن ناين تيفي والمراسل الاخ الفاضل اللي بيكلم من هناك بيكلم بالعربي الجزء التاني المفروض يكون من الاعلام جزء من الخبراء اللي هو النهاردة يبص على الاضاءة بالنسبة للرئيس الرئيس راح فين لابس ايه شكله ايه عشان نهاردة ما تلاحش زي ما حصل على البي بي سي طالع وشه مضلم والمزيعة طالع عم نوره دي كلها فنيات انا بالنقاش مع الاخر في تقصير الشكل والمضمون من ناحية الرسالة اولا الناس بتتكلم على حاجة اسمها الاعلام الموجهة ايوة كل دولة لايه اعلام موجه الشعار اللي كان سايت في سنة التسعين امريكا از ات وور ده الشعار اللي كان سايت في الولايات المتحدة الامريكية بكل القنوات الولايات المتحدة الامريكية في حرب يبقى اذا النهاردة لازم لايه عندي اعلام موجه والاعلام الموجه اللي عندي اللي هو بيخدم الدولة هو الاعلام الرسمي وده الحقيقة هاخد فيه ثواني بسيطة لو نرجع لسنة 83 احد المحاور الاساسية لضرب او المخطط ضد مصر هو افساد الاعلام وتم من 83 بتعيين صفوة الشريف وخلق المدينة الانتاج الاعلامي من رحم التلفزيون ثم قتل التلفزيون التدريجية اصبح النهاردة التلفزيون مديون بعد ما كان بيغطي الدول العربية كلها وقتل الكفاءات اللي فيه او تحجيم الجزء الباقي منه فالنهاردة يحسب التلفزيون الرسمي النهاردة على اللي حصل في لندن لان كان المفروض تبقى انت واقف ورا الرئيس تصريحاتك على طول في النفس اللحظة اللي تطلع فيها وزير الخارجية والرئيس واقف كنت انت على طول شغلت الاعلام بتاعك في كل القنوات الجزء التاني الرئيس محتاج ان هو يدي دعم للنايل تيفي الجزء التالت وهو النهاردة دور الهيئة عامة الاستعلمات ففي تأسير من ناحية الاعلام لتوضيح رسالة مصر العالم وده كان ظهر بشكل واضح جدا في 30 يوم هنتوقف مع بعض مع هذا الفاصل ونعود لمتابعة لقاء في ظل ما تتعرض له مصر من مؤمرات دولية معلنة بات على كل وسائل الاعلام الوطنية ان تنحاز لكل قضايا الوطن بعيدا عن التعاطي مع الشائعات والاخبار المغلوطة التي تستهدف شق الصف الوطني على كل وسيلة اعلامية النهاردة ان تسعى لحجد الجماهير وتعبئة هذا الشعور الوطني بالضيق والكرهية لما هو مؤامرة الى طاقة فاعلة الطاقة الفاعلة انا عندي عشرات المبادرات الايجابية منها مبادرة بتدعو الى ان نحن نقول العمل والانتاج والطريق الوحيد لنجاح مصر ولا بد ان الشعب المصري حس بالخطر نتيجة هذا الامر وانه ازا كان هناك هيحصل بالفعل تأثر نسبي للدخل المصري من السياحة ازا كان مصري كانت بتاخد قبل كده 13 مليار دولار وصلوا لغاية سبعة وكنا قبل كده اكتر من 14 مليون ليلة سياحية النهاردة بنخش فيه دخلنا لغاية حوالي 9 وتسعة من 10 مليون سياح السنة اللي فاتت يعني ما علاك ان احنا كنا دخلين في صعود النهاردة هذه الضربة القاصمة اللي بيشنها علينا الاعلام الغربي تستوجبنا الاعلام المصري ان يكون مش هنرد بقى ونقعد نتخانق مع بعض على الفضائيات ونقولهم انت وإحنا لا احنا عايزين نقول على الشعب المصري ان يبني بلده بنفسه التأمر المعلن على ضرب قطاع السياحة مؤخرا يستدعي من كل ابناء المهنة تبني حملات اعلامية مكثفة لدعم الاقتصاد والقطاع السياحي على وجه الخصوص ما يحدث في مصر كما تفضلت هو مؤامرة ومؤامرة دولية على الاقتصاد المصري عموما وليس على السياحة فقط وعلينا كاعلاميين ومؤسسات اعلامية قومية ومستقلة وتلفزيون ان نقدم مبادرات لدعم السياحة الداخلية ودعوة المصريين في الخارج والداخل لقضاء اجازاتهم في مصر وان نعتمد على انفسنا وابنائنا مصر لها عشر مليون مصري في الخارج اذا كان خمسين في المئة سيمرون باجازاتهم في مصر فسيعاوضنا الكثير عن هذه المؤامرة التي تحاك بليل ضد مصر وضد السياحات وضد مقصدها السياحي كما يعطفا على حادث الطائرة التي تحدث في كثير من مواقع العالم ويبقى على كل العاملين في الحقل الاعلامي مسئولية وطنية في تخصيص مساحة لالقاء الضوء على مؤهلة مصر الاقتصادية والتنموية حتى نتجاوز هذه المرحلة يعني زي ما تابعنا في التقريب طبعا دكتور عماد المصري مهتمين جدا بما يدر في قطاع السياحة أيضا مهتمين جدا فيما دار في الاعلام عن ما يتعلق بالطائرة وما دار في الاعلام الروسي ومواقف روسيا اللي كانت الحقيقة فيها شكل من أشكال التناقض هو طبعا خلينا أنا الحقيقة مش عاوز أزلن روسيا لسبب بسيط إنه هو كدولة هو مضار بالطائرة الوحد فالرئيس عفتاح السيسي لما يكون لا قدر الله عنده موقف بهذا الشكل وأنا عارف إنه إنه مش روسيا اللي عامله ومش روسيا المتسببة فيه في النهاية الرئيس لازم ياخد قراره فهي أعتقد إنه القرار الروسي قرار مؤقت لتنظيم الدور لأنه بوتين نفسه يعلم ويمكن في مجادلات قبل كده بوتين أعلن إنه هو لن يتخلى عن دوره في سوريا وده واضح جدا إنه ضرب الطائرة هو تهديد من إنجلترا وفرنسا وأمريكا لروسيا على تدخلها في أو حماية النظام السوري وهي أعتقد إنه مصر جات في السكة لكن الفكرة كلها إنه الرئيس بوتين ده تحليل موقف ما يقصدش تماما إنه هو يعلق طائراته لأنه العلاقات في المرحلة اللي فاتت مهمة جدا بالنسبة لروسيا وبالنسبة لمصر ويهم روسيا إنها تعود إلى المياه الدفيئة في منطقة البحر المتوسط ومصر هي الدولة الوحيدة اللي يقدر يدخل من خلاله فهو مش هيضحب ده فمش عايز المصريين يقلقوا نقطة تانية لو تسمحيلي إحنا ما عندناش مشاكل أمنية إحنا كمصر ما عندناش مشاكل أمنية اللي بيحصل ده حضرتك هو تشتيت انتباه وغير بالحضرتك يعني بقول لحضرتك بصي في حاجة هناك مش عارف إيه فهو تشتيت انتباه للمصريين بنفقد إحنا التركيز على اللي إحنا بنعمله إحنا دول الوقت بنتحرك في نمو اقتصادي الرئيس بيتحرك في المشروعات قومية هناك عشان بيعيد صياغة شركات تجارية وعلاقات دولية فبيشتت انتباه بيفقد الشعب الثقة فيه عشان كده النهاردة مهم جدا وأنا أشكر القناة الثانية القطاع الأخبار على الحلقة لأنه مهم جدا أن الناس تعرف إيه هو دور السيد الرئيس ولو تسمحيلي هاخد النقطة دي تاني لأنه هنا بيرتبط مع دور الإعلام الناس لازم تعرف أنه السيد الرئيس مهمته ملفين أساسيين الملف الاستراتيجي بالعلاقات مع الدول وتواجد الدولة وقوتها والملف الإداري أنه يحط الشخص السليم في المكان السليم وده دور السيد الرئيس في المرحلة اللي جاية حضرتك محتاج اتنين مساعدين عشان يشيروا عنك الحمل مش هتفضل تشتغل لوحدك والإدارة بتاعة الدول فلنحية الإعلام الحقيقة في المرحلة اللي جاية يعني بدون شك سيتم هيكلة الإعلام بسياسة جديدة اللي احنا سمعناها دلوقتي أنه سيتم وضع سياسة جديدة وأساس هذه السياسة هي التسقيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين عشان يبقوا على علم تام لأنه هو ضدنا الأساس اللي احنا أنشئ من أجل الإعلام احنا حنشوف برضو ما زلنا مع موضوع طيارة روسية حنشوف أراء المواطنين حول هذا الموضوع من خلال التقرير الآتي موسيقى بعد أن باءت كل المؤمرات غير المعلنة على مصر بالفشل كشف المتربسون عن وجههم وبات التأمر معلنا لاستهداف مصر خاصة بعد أن استردها المصريون بإرادتهم الحرة في 30 من يونيو نحن بنتحارب من الداخل ومن الخارج فأحنا المفروض علينا كمواطنين مصريين وبنحب بلدنا المفروض ما نتخلاش عن بلدنا ما نحاولش أن احنا نتشكك في قيادتنا ولا نتشكك في مقدرتنا على أن احنا نقدر ندير أو ندير المعركتنا مع الغرب بشكل كويس لازم يكون عندنا مؤسسات إعلامية فهم إزاي تقدر أنها تجابه أو يكون قادرة على أنها تفهم الغرب أو تتعامل مع الآخر بشكل تفهمه حقيقة اللي بيحصل في مصر الرئيس بعد الأزمة والغم اللي احنا كنا فيه رجع مصر تاني مصر كانت ضيعة ورجعت مرة تانية فده طبعا الموضوع ده يعني دول كتيرة الموضوع ده زعلها نتماسك كلنا ومنسمعش كلامنا يا حد ونتبع حكومتنا ونتبع رئيسنا لأن احنا بلدنا مستهدفة خارجيا وداخليا نفروض نساند الرئيس ومنسمعش الكلام ده هم عارفينه هم عايزين يخنقوا البلد وشويه سلطة الرئيس ده من الشعب اللي حانش هفرونه بتحرك ومبالي حشفناكها في اسكندرية وبتابع بالطيارة الكورس اللي حصلت وامر بسرعة التنفيذ وتجهيز كل حاجة صار في صحيح الكلام ده ونحن بصين هو بيتابع الحاجات دي كلها بنفسه شخصيا المخطط الخارجي للنيل من تقدم مصر ولحمة جعبها ادركه المصريون مبكرا والكل مستنفر لإحباط هذه المحاولات لازم ان احنا نعتمد على انفسنا في كل شيء من اعتمدش على الغرب بس السياحة مش هيه مصدر رزقنا السياحة عادتها لو غارت في دايا احنا برضو كافلين بإذن الله ان احنا نوقف بلدنا على رجلها شعب دلوقات لازم يقف جنبه وراء الرئيس شدين يوقفه خالص المصريين عماتا يعني شعب واعي وبيفهم يعني ايه اللي يضره وإيه اللي ينفعه وان كان الوقت حيقوله كلمتين في إزاعه ولا جورنان ولا مجلة ولا دولة من برة عادة قشة تباوض اللي احنا فيه احنا وصلنا للأمن والأمان والعيشة النظيفة وبقينا مرتاحين مديا وكل حي ويقوله غير كده ما تسمع لهش ويبقى رهان على المصريين قيادة وشعبا في التصدي لكل هذه المؤامرات واجبا وطنيا حتى نستكمل بناء مصر الحديثة دكتورة مادم راحة بيجمرة جديدة ويعني كل فاضل من البرنامج فيه سؤال مهم جدا بيترح نفسه انه كما لو كان هناك مش هقول مؤامرة ولكن هناك توجه لترويع الشعب المصري توجه لانه يحس انه عنده مشكلة من كذا الجهة زي ما قلنا سيول على طيارات على سياحة كما لو كنا احنا من غير السياحة حنموت مثلا ولكن طبعا مع كل الاحترام اللي بيشتغلون في قطاع السياحة والاقتصاد المصري الاقتصاد بيعي للأسف والناس ما بتتواش الحقم البورصة الحقم المشارفين نعمل ايه علشان انه احنا نقدر في هذه المرحلة نقدر وإحنا هو الاعلام هو بيقوله وحدة الجبهة الداخلية وان الصف ان احنا نعتبر لبسنا في حرب حققية وعلينا انه يكون صف واحد كيف يكون هذا؟ هقول لحضرتك في النقطتين اساسيين النقطة الاولانية ما هي ادارة الدولة ادارة الدولة عبارة عن هرم يقع في قمة هذا الهرم الرؤية السياسية ثم الشريحة الوسطى هي كفاءة المنفذ والشريحة الدنيا هي رؤية شعب يعني لما عشان ادير دولة ويبقى عندي تماسك يبقى عندي رؤية قيادة كفاءة منفذ ارادة شعب الجزء بقى عشان اطبق ده ويدخل على الجزء التاني الايه اللي الرئيس محتاج يعمله والحكومة محتاجة تعمله في المرحلة الحالية زي ما انا اخترحت السيد الرئيس محتاج ان هو اثنين تلاتة مساعدين يشتغلوا معاك رقم واحد الحكومة تبدأ تشتغل على الملفات بتخصصية وتركيز اكتر النواح السياسية هي المهم وهنا هقدر اسيطر عليها من خلال الاعلام ان انا اسقف الناس واوضح لهم المؤامرات بناء الدولة بناء الدولة يكون من الداخل وليس من الخارج يعني انا لو عازبني الدولة صح ما ابدأش بالعلاقات الدولية واسيب الدولة جوه بايزة لازم ابدأ من جوه وده اللي عمل وزعين جمال عبد الناصر ان هو بني الدولة من جوه فكانوا بيخافوا منه برا ده بالزبط اللي احنا محتاجين فاعتقد ان السيد الرئيس محتاج ان هو يركز على الجابهة الداخلية الانتاج 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 والنهاردة محتاج الكفاءات اللي تتحط وعايز اقول للسادة اللي هم بيختاروا ده عشان فيه شباب كتير وكفاءات زي ما احد المشاهدين كان بيتكلم على فيه عشرة مليون مصر برا مفيش حاجة اسمها حاجة اسمها خبرة في العصر الحديث في حاجة اسمها فكر الرئيس عرفتاح السيسي محتاجه عشان يبني مصر محتاج ان هو يركز على بناء مؤسسات ومحتاج ناس تكون معاه عندها فكر بس احنا يعني كل اللي حقدر اقوله قبل ما اختم انه كان فيه موجه من الترويع على يعني مواقع التواصل الاجتماعي وانا دهشت جدا من كل هذا الترويع من اجل يعني ما حدث هناك سبع من بعض التواقف الشباب ومصر مرت باكثر من ذلك بكتير جدا ومصر لا تهدمها لا تهدمها مجرد طيارة ولا يهدمها مجرد تأمورات لانها تعرض وهي في سنين قبل كده لأكثر من ده بكتير المصريين امك وليس شعب علينا اننا نؤمن بقوتنا من الداخل بنختم بنشكر في ختم هزا اللقاء دكتور عمد مهنة وستاذ فختيت الاستراتيجي والاقتصاد السياسي شكرا جزيلا لك شرفتنا بنشكركم مشاهدينا بكرا ان شاء الله أسرة عمال جديدة خمسة عدين دقيقة اللقاء